تابع الوحدة الرابعة نظام التكاليف على أساس النشاط أمثلة تطبيقية مثال توافرت لديك البيانات الآتية عن المنتجات سين وصاد وعين التي توافرت على إنتاجها الشركة الصناعية X البيانات موطعة في الشكل التالي عندي منتجات سين وصاد وعين وده الإجمالي أول معلومة عندي عدد الوحدات المنتجة 50 وحدة من سين 100 وحدة من صاد 200 وحدة من عين مواد مباشرة للوحدة من المنتج سين 30 وصاد 20 وعين 25 وجور البشرة للوحدة من المنتج سين 20 وصاد 17 وعين 24 عدد مرات تجهيز الآلاتي لطاقة نشاط التجهيز كان لسين 1 وصاد 2 وعين 4 والمجموع كام 7 معنى ذلك إيه؟ أن لإنتاج المنتج سين يحتاج مرة تجهيز واحدة ولإنتاج المنتج صاد نحتاج مرتين تجهيز ولإنتاج المنتج عين نحتاج أربع مرات تجهيز والمجموع كله سبع مرات تجهيز عدد مرات المناولة لطاقة النشاط المنتج سين 2 صاد 1 عين 3 والمجموع 6 عدد مرات الفحص لطاقة النشاط 1 للمنتج سين 2 لصاد 5 لعين والإجمالي 8 وقد بلغت التكاليف الإضافية للأنشطة 18 ألف ريال على النحو التالي تكاليف نشاط تجهيز الألات 7000 ريال تكلفة نشاط المناولة 5400 ريال تكلفة نشاط الفحص 5600 ريال المطلوب تحديد إجمالي تكلفة الوحدة من المنتجات الثلاثة في ضوء نظام التكاليف على أساس النشاط الحل يعتمد الحل على عدة خطوات هي أول خطوة تحديد معدل التحميل لكل نشاط ثاني خطوة تخصيص التكاليف الإضافية للأنشطة على المنتجات وتحديد نصيب الوحدة من التكلفة الإضافية ثالث خطوة تجميع تكلفة الوحدة لكل منتج نبدأ أولا تحديد معدل التحميل لكل نشاط ويتم من خلال العلاقة الرياضية التالية معدل التحميل لكل نشاط بساوي إجمالي تكلفة النشاط مقسوم على إجمالي طاقة النشاط هنطبق المعادلة دي ثلاث مرات لأن أنا عندي ثلاث أنشطة يبقى الأنشطة إجمالي تكلفة النشاط إجمالي طاقة النشاط معدل تحميل تكلفة النشاط نشاط تجهيزي الألات كان أعطيني إجمالي تكلفة النشاط ده معطى سبعة تلاف كان معطى بسبعة تلاف وإجمالي طاقة النشاط نشاط التجهيز كان معطى بسبعة يبقى لما أقسم 7000 على 7 يطلع 1000 ريال لكل مر التجهيز 1000 ريال لكل مر التجهيز النشاط الثاني نفس الكلام نشاط المناولة كان معطى له 5400 تكلفة وكان إجمالي طاقة نشاط المناولة 6 لما نقسم 5400 على 6 يطلع لي معدل تحميل تكلفة نشاط المناولة 900 ريال لكل مرة من أولا النشاط الثالث نشاط الفحص كان معطى له تكلفته 5600 وإجمالي طاقة نشاط الفحص 8 لما أقسم 5600 على 8 يطلع معدل تحميل نشاط الفحص 700 ريال لكل مرة فحص دي أول خطوة نحدد معدل التحميل الخطوة الثانية ثانياً تخصيص التكاليف الإضافية للأنشطة على المنتجات وتحديد نصيب الوحدة من التكلفة الإضافية ويتم من خلال الجدول التالي عند ثلاث منتجات سين وصد وعين وعند ثلاث أنشطة نشاط تجهيز الألات كان عاطيني في التمرين أن المنتج سين بيحتاج مرة تجهيز واحدة بس وطلعنا معدل التحميل من الجدول اللي فات بألف يبقى واحد في ألف تطلع ألف طب المنتج صاد كان عاطيني أنه محتاج مرتين تجهيز ومعدل التحميل برضو ألف لما أضرب يطلع لي المنتج صاد اتنين في ألف بألف المنتج عين كان عاطيني أنه بيحتاج أربع مرات تجهيز وعند طلعنا معدل تحميله ألف يبقى أربعة في ألف تطلع لي أربعة تلاف لعين وهكذا لكل نشاط النشاط الثاني نشاط المنولة سين كان عاطيني أنه بيحتاج مرتين من أولة وكان معدل تحميل المنولة كان تسعمية أضرب اتنين في تسعمية تطلع ألف وتنمية ده نصيب سين صاد كان عاطيني أنه بيحتاج مرتين من أولة واحدة بس ومعدل تحميل المنولة كان تسعمية واحد في تسعمية يبقى صاد نصيبه تسعمية عين كان عاطيني أنه بيحتاج تلات مرات من أولة في معدل تحميل 900 يبقى حاصل الضرب نصيب عين 2700 نفس الكلام للنشاط الفحص المنتج سين كان عايز مرة فحصه واحدة بس وكان معدل تحميل الفحص نشاط الفحص كان معدل تحميله 700 يبقى واحد في 700 يطلع نصيب سين 700 صاد كان محتاج مرتين فحصه اتنين ومعدل تحميل 700 يبقى اتنين في 700 تطلع نصيب صاد 1400 عين كان محتاج خمس مرات فحصه في معدل تحميل 700 يبقى خمسة في 700 3500 نصيب عين خلصنا الثلاث انشطة وزعنا التكاليف على المنتجات نبدأ نجمع يبقى اجمال التكلفة الاضافية للمنتج سين هنجمع الالف زاد الالف وتبنمية زاد سبعمية هيساوي المجموع 3500 كذلك نجمع صاد باربعة تلاف وتلتمية ونجمع عين بعشر تلاف ومتين اجمال التكاليف الاضافية لكل منتج لاحظ ان تكاليف الانشطة تحولت على المنتجات تحملت على المنتجات وطلع لي نصيب كل منتج هنقسم اجمالي التكلفة الاضافية لكل منتج على العدد الوحدات المنتجة من كل منتج سين كنا انتاجنا خمسين يبقى اسم 3550 وصاد اسم 4300 على 100 وعين اسم 10200 على 200 يطلع لي تكلفة الوحدة من التكاليف الاضافية 70 43 51 وخمسين ثالث خطوة هنجمع تكلفة الوحدة لكل منتج ويتم من خلال الجدول التالي المنتج سين المنتج صاد المنتج اهي المواد المباشرة دي كانت معطاة في التمرين 30 20 25 وجور مباشرة كانت معطاة في التمرين 20 17 24 اضيف عليهم تكلفة اضافية اللي هي حسبت من الجدول السابق من الجدول السابق كنا حسبناها من الجدول السابق 70 43 51 اجمع يطلع لاجمال لتكلفة الوحدة من المنتج سين نجمع يطلع 120 نجمع صاد يطلع 80 نجمع عين يطلع 100